هذا وتجوب عناصر مبادرة بداية جديدة شوارع وعحياء وقرى ونجوع مصر لمائة يوم تستعدف للمبادرة نشر الثقافة وتقديم خدمات صحية وعلاجية إلى جانب تقديم جميع الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات في شتى ربوع مصر وفي أن واحد انطلقت مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان أنا أولا طبعا بتغطي كل محافظات مصر فيما يخص محافظة شمال سيناء ده اللي احنا فعلا اللي احنا بنحاول نعمله بس ما كناش قادرين نحطه في هذه الصورة أنها تبقى مبادرة كاملة بكل التخصصات ده أنا باعتبر عمل متكامل فيما يخص شمال سيناء له تأثير على الاستقرار المجتمعي ورفع المعنويات عقب انتهاء الإرهاب بشكل إيجابي جدا 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 فكل الشكر والتأدير للدولة المصرية ممثلة في فخامة الرئيس السيسي لهذا الفكر تأتي هذه المبادرة الرئاسية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهي خاصة ببناء الإنسان بناء فكريا وثقافيا واقتصاديا وتوعويا هذه المبادرة لها من الأهمية الكبرى التي سوف تتحقق إنجازتها إن شاء الله بإذن الله خلال المائة يوم القادمة تشارك مدرية أوقاف شمال سيناء بدعم هذه وإنجاح هذه المبادرة إن شاء الله بالعديد من الندوات والقوافل والقوافل السابقة والقوافل المتحركة احنا بنبقى مبسوطين بالمبادرة المبشركة لأن الحقيقة كمان المبادرة دي ناس كتيرة بتدت تساعد وناس من قلبها فعلا بتشارك وكمان البيبادر ده محدش بيقول إنه يبادر لكن هو بيبادر عن حب فزي ما فضل الشيخين بيقول إن المبادرة المدت المئة يوم فاحنا بنساعد كل حتى الأطراف المساحيين في الكنيسة إنهم يبادروا ويساعدوا واحنا جنبهم على طول يد بيد مبادرة بداية جديدة هي دعم جديد لكل مصري ومصرية أينما كانوا وفي كل تخصصات واحتياجات المواطن المصرية سواء كانوا من سكان المدن أو الريف أو المحافظة الحدودية المبادرة احنا عاملين مكتبة متنقلة علشان نوصل المعلومة والعلم عايزين نرجع الناس تاني للقراءة نعودهم من الناس تعويت على الموبايلات فاحنا لقى عايزين نفتح الدماغ الناس هترجع تاني للقراءة وتشوف الكتب للطلاع على الكتب طبعاً هتبقى الاستفادة كبيرة لأن الوحدات البطارية بتغطي 22 قرية في 6 مراكز اللي هي الوحدات السبتة ففي خلال المبادرة هيتم المرور على أغلب القراء وبذات الأكثر احتياجاً والوصول لأصحاب الحيوانات في أماكنهم وده بالإضافة لأن في قطاع دلوقتي بدأ من السلفاتات اللي هو تلقاه السنوعي وتحسين السلالات في محافظة شمال سيناء إن شاء الله فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة شمال سيناء بيشارك بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان بنشارك على النحو التالي في المشاركة بالقوافل المتحركة وهي القوافل السكانية الشملة اللي بنتلع بيها للقراء في المناطق البعيدة المحرومة القفلة دي بتبقى شاملة عدة خدمات بيبقى فيها عيادات وزارة الصحة بتقدم الكشف في التخصصات المختلفة وصرف الأدوية بالمجان احنا أساساً من مراكز تدريب القوى العاملة من أشهر المراكز في شمال سيناء بيجي الطالب بيعننا بالدرب بياخد دورة لمدة شهر بعد كده بيطلع المدرب دورة عسباكة كهربا جارة جميع اللي بتعلم الحرف وبيطلع من عند بياخد شهادة الخبرة وبياخد بعد كده مكنة خياطة بعد من بخلص الدورة بتاعته وتجوب عناصر مبادرة بداية جديدة شوارع وأحياء وقرى ونجوع مصر لمئة يوم تنشر الثقافة وتقدم خدماتها الطبية سواء البشرية منها أو البيطرية إلى جانب خدمات العلاج من الإدمان وخدمات أخرى متعددة في كل مناح الحياة